قانون تفكيك نظام الإنقاذ أقر وفق اتفاق بين مجلس السيادة الانتقالي وحكومة عبدالله حمدوك شكلت له لجنة وبدأت مهامها قبل أن يتم تجميدها ضمن قرارات الخامس والعشرين من أكتوبر وفق الاتفاق الإطاري أصبحت قضية إزارة التمكين واحدة من قضايا الحل النهائي فما معنى تفكيك نظام الإنقاذ يقضي هذا القانون بحل حزب المؤتمر الوطني الذي كان يتزعمه عمر البشير ويقضي بمصادرة أمواله وتعليق النشاط السياسي لرموزه كما يستهدف تفكيك البنية السياسية وشبكة علاقات القوة التي بناها ما يعرف بنظام الإنقاذ هو النظام الذي جاء في أعقاب الانقلاب الذي قاده البشير عام 1989 يقر القانون بالعزل السياسي بحق من يسميهم برموز نظام الإنقاذ أو الحزب بمنعهم من ممارسة العمل السياسي لمدة لا تقل عن عشر سنوات وتضمن القانون مصادرة ممتلكات وأصول للحزب لتصبح ملكيتها تابعة لحكومة السودان وفق ما تقرره لجة خاصة في هذا الصدد وحدد القانون رموز المؤتمر الوطني بأنه أي شخص شغل منصبا فيما يسمى بمجلس قيادة طورة الإنقاذ الوطني أو أنه أي شخص كان عضوا بمجلس شورى الحزب أو عضوا بالمجلس القيادي للحزب بما فيه من تولى المناصب السامية وبهذا لا يقتصي القانون على استهداف هياكل الحزب السياسية بل يتعدها إلى ملاحقة نفوذ الحزب في كل المؤسسات والشركات المادة التاسعة في الفصل الرابع للقانون نصت على إلغاء وحل النقابات والاتحادات المهنية واتحاد أصحاب العمل المرتبطة به وعندما بدأت اللجنة مهامها منح القانون صلاحية حجز حسابات الأشخاص والمؤسسات والشركات المصرفية لأغراض تفكيك نظام الإنقاذة كما منح الحق في اتخاذ أي إجراءات قانونية ضد أي شخص ومطالبتي بالتعويض عن أي كسب غير مشروع بسبب الوظيفة الأمر الذي تسبب في بعض الأحيان بتوجيه اتهامات للجنة بأن عملها مسيساً ترجمة نانسي قنقر